أعزائي المشاهدين السلام عليكم عندما يسمع المسلم عبارة المسيح ابن الله يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم من عظم وهول وكفر ما سمن فكيف لله سبحانه وتعالى أن تكون له صاحبة وولدا وهو الخالق المصور له الأسماء الحسنة إنما إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون فهذا تجديف وكفر بالله عز وجل تقول الآية 16 من الإصحاح الثالث من إنجل يوحنى لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من آمن به بل تكون له الحياة الأبدية إذن هذا الكلام موجود حقا في الكتب المسيحية وليس افتراء ولكن كيف يجروا المسيحيون على مثل هذا القول المشين المرفوض وتخرجوا كلمة الكفر من أفواههم فكيف يدعون بأن لله عز وجل زوجة وطفلا يعتقد أن المسيحيين ينسبون لله ولدا جسديا وإن الله سبحانه وتعالى اتخذ مريم زوجة له فأنجب منها المسيح وطبعا حاش لله سبحانه أن يقوم بذلك فإن هذه الفكرة يشمئز منها المسيحي قبل المسلم ولا يوجد أحبة مسيحي واحد في كفة الطوائف المسيحية الموجودة يؤمن بهذا القول إذن لماذا يعتقد المسلم بأن عبارة ابن الله نعني بها علاقة جسدية؟ لقد أوقعت النصوص الدينية الإسلامية المسلمين في هذا الخلط وجعلتهم يظنون أن المسيحية تعتقد بذلك فتارة يقول القرآن بديع السماوات والأرض أن يكون له ولدا ولم تكن له صاحبة ويقول كذلك إنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا بمعنى إنه كيف يكون لله ابنا وليس له زوجة فوجود الولد مشروط بوجود الزوجة ولكن هذا مخالف للعقيدة والفهم المسيحي لبنوة المسيح تماما حيث إن المسيحيون يؤمنون بأن المسيح ابن الله بمعنى روحي بمعنى روحي بحت وليس بمعنى جسديا إطلاقا وهذا فهم خاطئ للإيمان المسيحي فعندما نقول ابن الرافدين فنحن لا نقصد أبدا بأن الرافدين تزوج وأنجب طفلا بل إن المسيح ابن الله المنتمي له والآتي منه والمنسوب إليه إذن فهذا اعتراض لا قيمة له لأنه جهل بالعقيدة المسيحية ومخالف لها وفي تارة أخرى يقول القرآن وقد اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ملك السماوات والأرض ويقول كذلك ما كان له أن يتخذ من ولدا سبحانه إذا قضى أمرا إنما يقول له كن فيكون بمعنى أن المسيحيين يعتقدون بأن الله لم يكن له ولدا فاحتاج أن يتخذ له ولدا في فترة معينة من الزمن وهذا أيضا مخالف للإيمان والعقيدة المسيحية حيث أن المسيح في العرف المسيحي هو كلمة الله الأزلي فهو أزلي مع الله وواحد معه وكلمته ويدعبنه منذ الأزل ولم يتخذه الله ولدا في وقت معين لحاجة معينة بل كان قبل تكوين أي شيء إن القول بأن المسيحيون يؤمنون بأن لله ولدا جسديا من تزاوج أو أنه تعالى احتاج أن يكون له ولدا في فترة من الزمن هو قول ضد الإيمان المسيحي جملة وتفصيلا بل واتهام باطل لا أساس له من الصحة إن ابن الله في اللهوت المسيحي لا نعني بها الولادة الجسدية من الله بل نعني الانتماء بمعنى إن المسيح الآتي من عند الله وبعبارة الإنجيل إن المسيح كان عند الله قبل تكوين العالم وقبل أن يظهر في الجسد فهو لم يصر ابن الله حين ولد من مريم بل حتى قبل وجود مريم نفسه فالبنوة سابقة لتجسده للعكس ونصيحتي إذا أردت أن تعرف الحق فسل أهله وسلام الله الذي يفوق كل شيء يحفظكم ويرعاكم ولله المجد الدائم من الأبد آمين